ملف العقارات الآيلة للسقوط كل فترة مش فترات بعيدة بنسمع عن بنصحة كده مفزوئين على خبر سقوط عقار وجار البحث عن نجيين أسفل هذا العقار نكتشف بقى أن هذا العقار زي آخر عقار كده لما راجل كان بيهد جدار عنده في العقار في الدور الأرضي فرح موقع العقار كله على الناس اللي فيه عقار بقى سقوط جزء العقار سقوط كل مشكلة كبيرة نتجع عن إيه نتجع عن أنه كان فيه بناء مخالف لفترة من الفترات الناس زي ما بنقول كده بتبني على وش الأرض بدون بقى رخصة وبدون بقى يعني لجان هندسية ومباني مخالفة هذه المباني مخالفة بارتفاعات كمان هل هذا الأساسي قدر يشيل هذا الارتفاع العشر تدور والخمساشر دور أكيد طبعا إيه مفيش لجنة هندسية فبكل تأكيد هذا العقار هو مخالف وطبعا بكل تأكيد بيؤثر على حياة الناس وإنت بتشتري شقة ويجب عليك أنك تروح وتتأكد من ترخيص هذه الشقة أو ترخيص هذا المبنى اللي هي مظبوطة ولا لا دي حاجة من ضمن الحاجات المهمة إحنا وإحنا ماشيين بنشوف في بعض الأوقات كده على بعض البيوت المبنية جنب الدائري بتشوف في بعض الأوقات عقارات يعني إيه تلاقي مبنى كده وتلاقي التاني جاي كده دي مش محتاجة بقى أعتقد لخبير هندسية ولا محتاجة مهندس طب هذه العقارات ليه ما بتتهدش عشان نحفظ الأرواح الموجودة فيها عايزين نعرف إيه اللي تم في هذا الملف بالإضافة إلى قانون التصالح مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اللي منورنا إيه ساد النايب أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك هل هي المشكلة بس في البناء العشوائي والمخالف ولا في مشكلة تانية شوف هو مسألة العقارات الأيلة للسقوط أو التي يتم للأسف يعني سقوطها هو مكون من مكونات ملف كبير أوي اسمه منظومة العمران في مصر الملف ده الحقيقة إحنا ورصناه يعني إحنا حاليا الدولة الحالية النظام الحالي ورص هذا الملف بكل الآفات والتشوهات اللي فيه ده مكون بسيط أنا بقرأ عندي جلسة الحوار وطن إن شاء الله هتبدأ فيه بخصوص المحليات يعني فيه أكتر من ملف لكن أنا هشارك معهم في المحليات يمكن عايزة نتازل فرصة إن ياريت إن إحنا نفتح ونحط على مئدة الحوار وطن يعني مع الدكتور دي والمستشار محمود فوزي يفكروا يحطوا منظومة العمرة هتقول لي يعني هي مستهلة أوي كده أقول لك ده هي أم المشاكل يعني الانطلاق الحقيقية للجمهورية الجديدة زي ما أنت شايف يمكن الناس بعضهم مش مستوعبين المدن اللي إحنا بنعملها مش مستوعبين أولويات وفق الأوليات وتلاقي بقى السوشيال ميديا كل واحد يعني عايز في نفسه فكرة يقولها وده أمر ما عندناش مشكلة فيه وقناها كتير لكن هي الفكرة أن أنت محتاج أن أنت تستوعب عمقها بمعنى هكلمك في الجزء اللي أنت عملت فيه اللي فتتاحيها في العمرات اللي بتقع أنت سألت سؤال بسيط جدا ولكن هو محتاج إجابات وأجهزة كتيرة جدا إيه هو؟ هو ما ينفعش العمرة الأيلة للسقوط دي نخليها ونهدها حماية من الأرواح موضوع بسيط خالص هو؟ يعني مرتكي يعني وقف فين بقى؟ ينفع طبعا مشكلة تنفيذ فيه؟ مشكلة تنفيذ فيه أن أنت تخش جوا تفاصيله هي العمرة دي بتاعت مين؟ ولما هطلع الناس اللي فيها هيسكنوا فين؟ ومسؤولية تسكنهم على مين؟ وبكام؟ ماشي؟ ومين اللي هيبدو العمرة دي؟ ولما تتهد الأرض دي تبقى بتاعت مين؟ إفرد الملك مش قادر يبني مثلا؟ شوف شوف عليك فطب والناس عندها استعداد أساساً اللي جوا العمرة دي تسيب العمرة؟ يا سيدي العمرة هتقع عليك مش مقتنع مش مصدق أو ما عندوش الملاء الملية مثلا؟ كل حاجة كلها مع بعض واحد فقافة إن أنا اتعودت على شقتي وعلى بيتي وعلى فقافة إن سيبها على الله يا سيدي ونعمة بالله ولكن يعني ما هي طول عمرها أنا جيت لقيتها مشرخة وهي مزالك مشرخة واخد بالحيات إيه الجديد؟ شوية مطرة ممكن توقعها زلزال صغير ممكن يوقع أدي ده نوع مكون من مكومات السقوط في مكون تاني بالمناسبة المكون ده ممكن تكون عقارات أقيمت بطرخيص سليمة يعني مش كلها مخالف ما نقول لك هي قسم المشكلة ماشي البعد التاني أو العنصر أو النوع التاني من المشكلة اللي هي إن تكون العمرة برضو برخصة يعني الأول برخصة ولكن إدمت لسبب من الأسباب زي مصر قديمة أنت العمارات الميلة اللي أنت شفتها دي عمر في تراضي طبعا أو أعمال حصلت بجانبها خلت يعني أنت في مصر قديمة في عمارات فعلا ميلة يعني قدام المجمع تلاقي في عمارات ميلة فده أدي نوع النوع التاني اللي هي فيه ترخيص مباني صدر عليه ولكن بيجي لك نتيجة لغياب الرقابة والحوكمة المفترض تكون موجودة في المحليات تلاقي حضرتك واحد اشترى محل أو واحد اشترى شقة في الدور الأرضي ويبدأ يعمل فيها شوية تعديلات وبيحصل للسقوط واخد بالحقك رغم أن العمارة ده ممكن تكون تقدر أنها تشيل وزي الفوت بس حصل جريمة في المسألة دي وزمان قوي يمكن كان فيه عمارة شهيرة جدا بس انت بقى تاعت هليوبلس مرة هليوبلس دي كانت يعني ده كانت حادثة صعبة قوي وكانت بسبب أن في أعمدة اتشالت وغيرها وغيرها فده نوع تاني مين المسؤول عندي قولا واحدا الحي والتحاد الشغالين الانين مع بعض تحاد الملاك يعني تحاد الملاك لأنه هو لازم يوقف يبقى الحي المشكلة كمان الحي واخد بالحك ليه بقى هتقول لي طيب والحي يعمل ايه الحي اللي بياخد بلاغ ومعظمهم الملاك بيقدموا شكاوي وبلاغات يبقى النوع الاول الحي هيعمل ايه النوع الاول عايز انت مسألة فلوس عايز دولة تحط تقالية معينة وممكن نرجع نتكلم في حلول احنا اتكلمنا فيه ممكن اشارك في الحوار الوطني في الحتة دي هل ممكن مثلا يعني احنا شغالين الفترة اللي فاتت دي على مجمعات عمرانية كتير نعم في اماكن كتير اوي وعندنا شوق كتير اوي هل ممكن احنا عندنا حصر بكل تأكيد هو الروقت مش حاطة ده على جدوى العمال وده انا اللي نفسي بطرح فكرة ان مش الموضوع الاي للسقوط لأ منظومة العمران برمتها موضوع كبير لأ والموضوع ده كمان يا ستنا موضوع عاجل عاجل لازم نتعامل معها على الفور شوف ده الاهم وهي المستقبل وهي الحاضر يخش فيها رخصة المباني وقبل رخصة المباني المخططات الاستراتيجية مزبوط وبعد المخططات الاستراتيجية المخططات التفصيلية وقالية الحصول على رخصة المباني والحيز العمراني ومفهوم الارض الزراعية ايه يعني ملف بيشتغل فيه اربع وزراء برئيس حكومة باجهزة ببرلمان يعني موضوع مش هتقول لي لهذه الدرجة اقول لك ايوة وما لما انا اجل نهاردة يبقى انا تعريفي للحفاظ على الارض الزراعية في اتجاه وانت في اتجاه يبقى احنا محتاجين لنا تحور عشان يبقى الاتجاه ايه واحد والديفنيشن بتاع الحفاظ على الارض الزراعية لما انا ابقى فهمي انا وانت مش مختلفين على الهدف بس احنا مختلفين في الاليات اللازمة والادوات اللازمة للوصول الى الهدف انا شايف الامكانيات ايه وشايف الواقع ايه والامكانيات لما بنظل لها بنظل لبعدين البعد الاول المواطن وثقافته والبعد التاني ادواتها كنت التنفيذية لضبط اقاع تطبيق القانون صحيح طيب الاختراح اللي كنت بقوله وانا برضو بدي اختراح يعني ما عنديش الصورة كاملة ولا عندي الابعاد للموضوع قال ممكن مثلا ان الناس اللي موجودين في هذه العماية نوفر له محادات سكنية من التجامعات الجديدة اللي الدولة بتنشئها خلال هذه الفترة ويكون لفترة محددة لحين ازالة هذه العقارات لان فيه خطورة عليهم لحين ازالة هذه العقارات ونشوف بعد كده يعني كان فيه مقترح برضو من ضمن المقترحات بيقول انه فيه مستثمر يدخل مع المالك عشان يبنيله لانه ممكن يكون ما عندوش القدرة المالية انه هو يبني بعد ما ازلنا له العقار صحيح الجزء الاخير اللي اقتراح لحدها قلته ده ده احد التروحات اللي موجودة بس كلمة السر في امكانية تطبيق كل الكلام ده هو فيه الكم الكم والتوفيق ان انا اولا الكم لو انت مثلا تتكلم على خمسين عمراء على مستوى مثلا الجمهورية شوف اللي عمراء فيها كامل شاء يعني ده عدد ممكن ايه صندوق التنمية الحضرية واحنا تكلمنا معاه فيه اللي هو كان صندوق تطوير العشويات ولما قلص مهمته في تطوير العشويات تنمية الحضرية اللي الناس مش برضو مش واخدها الناس بتنسى يا سيد محمد ده طبعا لازم نفكرهم طبعا وديه تحديدا يعني العشويات الخطرة انتهت في مصر هو ده ده ايه بالزبط انا كنت بحضر لانه بحضروا معايا في اللجنة على مدار السنوات فشايف كل مشروع على حده بيتكلف قد ايه وبيتكلف وتحدياته عاملة ازاي خلصنا معادي فالسندوق بقى اسمه صندوق التنمية الحضرية انا الحقيقة في احدى الجلسات توصلت مع رئيسه الحياة الشخصية فاضلة وقرت له ابدأوا دخلوا مسألة العقارات الايلة للسقوط وابدأ بالخالية لان بالمناسبة سهل فيه كم كبير من هذه العقارات غير مأهولة بالسكان تخيل طيب ده دي عايزة سرعة في التنفيذ عايزة سرعة وعايزة انك تعرف اولا المالك والمالك حتى ما عندهوش امكانية بس دي بتبقى في احياء طبعا شعبية وضيقة لكن تقدر تعمل منها مكون جيد مكون عمراني جيد بس عايز تعمل ايه؟ عايز بيزنس مودل يعني ايه؟ يعني المحافظة تبقى معاك والاسكان معاك والبنوك معاك والجهاز معاك ليه؟ ليه؟ المنظرات السياحية في العالم كله لما تيجي تروح مثلا اي بلد اوروبية اول حاجة لو انت طالع مع شركة سياحة يعني ييجي المرشو يقول لك احنا هنروح الولد تاون بتاعتها المدينة القديمة المدن القديمة بتاعتهم دي زي اللي هي الاحياء القديمة اللي عندنا اللي انا بكلمك عليه انا اقدر اعمل من هذه الاحياء اجزاء واخدك واحنا نجحنا فيها في القاهرة الخدوية ونجحنا في الاثار الاسلامية عاملين بروتوطايب لحاجات زي كده لكن انت عندك في مناطق كثيرة جدا مثلا اسكندريا كوم الدكة دي فيها اثار دي من اقدم المناغي واخد بارحة داك انا كنت في زيارة تقصي ميداني لعدد من محافظات كان عادة يعني بين كل فترة فكانت في الاسماعيلية في الاسماعيلية قال لي انا عايز اوديك منطقة شعبية جدا 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 وكانت صعبة اوي واحنا عملنا لها انترلوك وعملوا تطوير فيها ودخلوا انفراسراركشر فيها بكاملة بني تحتي فروحة الحقيقة كانت حاجة جيدة جدا لكن المباني مش مدهونة فقلت له انا كنت في دمياط محافظة دمياط وداني منطقة زي كده ودهنا المباني بألوان بألوان متغيرة زي اللي انت بتشوفه في الكرة والساحل والكلام ده حاجة جميلة اوي وقال لي اه طبعا لازم نعملها فتخيل بقى حضاك قال لي احنا بس مجرد ان احنا نعمل الكلام ده دي بتبقى مزارات للسياح فانت تقدر تعمل بيزنس موديل معادلة اقتصادية الكل فيها ربحان اذا انعقدت الايه الاراضة والنواية انا سعيد ان انتو فتحتوا الملف ده في الاعلام في الفترة الماضية استمروا فيه لان احنا بنحتاج معاكو شغل فيه لتشكيل الوعي لدى جميع صناع القرار بما فيهم المواطن موجودين معاكو طيب هل احنا عندنا حصر لعدد المباني الى للسقوط واكتر المحافظات مثلا اكتر المحافظة طبعا سكندري سكندري اه طبيعة انها محافظة قديمة مياه الجوفية فيها مرتفعة شهدت الحقيقة كثير من المخالفات في الفترة الماضية على مدار التلاتين سنة اللي فاتوا دول فبالتالي بتحدث فيها حوادث كثير لكن الظاهرة موجودة في كل المحافظات القديمة يعني موجودة في القاهرة وموجودة في الجيزة وانا اسف نقول كلام ده ومش هتخلص بين ليلة وضحاة احنا بننتج احنا بنحصد الان انا اسف احنا بنحصد الان اثار الحقيقة الافات اللي احنا تعرضنا لها والجرائم التي ارتكبت في ازمانة اخرى بس اعتقد ان فيه ملفات لازم يكون فيها تدخل عاجل وحاسم من فترة احنا اسمان عن مشروع مهم جدا اسمه رقم قومي لكل عقار صحيح المشروع ده لو كان يتنفذ او بدأنا فيه انا مش عارف حضراتك برضو ممكن اتفدني اهميته في ايه اهميته ان كل عقار هيكون لي رقم بتاريخ انشاءه بالصيانات الدورية بتاعته بكل التفاصيل هزا العقار هيكون موجودة فانا بقى عندي قاعدة بيانات على اساسها بقى هعرف خلال الفترة اللي جاية مثلا العشر سين الجايين هل فيه عقارات خلاص هتدأ تخرج من الخدمة زي ما حضرتك قلت خلاص عمرها الافتراضي انتهى ولا لأ المشروع ده اعتقد انه مهم جدا قانون التصالح وتطبيق درائب العقارية بجانب ما يفعله الجهاز المركزي للتعبية والاحصى دول كانوا ثلاث اضلاع الاساسية اللي انت تستطيع ان انت تنطلق بيها لتطبيق اللي حضرك بتقول ليه لان انا عندي غالبية كبيرة جدا من العقارات للأسف اقيمت بدون ترخيص فمش مرئية لدى الجهاز صاحب الجاهة صاحبة الولاية مش مش شايفة العقار ده انت تشوفه لما تيجي تتمشى او تشوفه وانت بتسكن فيه او تشوفه وانت بتشتريه لكن الجهة الادارية لا هي الجهة الادارية لا ترى ان هذا العقار مقام اساسا على الخريط بتاعتها بتاعمين لوحاته فين ما فيش هو مخالف فكان التصالح هنا نواه لان انت تبدأ تحقق المشروع اللي انت بتتكلم فيه لما التصالح طرح الحقيقة كنا بنفاهم الناس الكلام ده الناس برضو مش متخيلة يعني ايه رقم قومي مش شايفة ان ده المواطن ما يجيلكش الا اذا كان عنده مصلحة مش عندنا بس في كل الدنيا في العالم كله اول مصيبة حصلت اول مصيبة حصلت فانت بتأسس لبنية معلوماتية زي ما حضرتك تفضلت وقلت بتحتاج وقت تصالح النهاردة لما اشتغل وكان عنده بعض المشاكل عملنا قياس اثر وقياس الاثر ده الحقيقة انتج عن ان احنا بقى عندنا رؤية واضحة للتعديلات التي يجب ان تتم في هذا التصالح لتحقيق المبتغة بتاعه طيب ده عظيم جدا احنا عندنا نموذج مهم قوي في بورسعيد يعني كان فيه مجموعة من المساكن العشوائية الموجودة في بورسعيد عملولها عملية صيانة واعتقد ان احنا دايما بنسمع كلمة الصيانة يعني المباني بورسعيد والسويس والسويس الحقيقة السويس فيها شغل عالي نعمل لها صيانة ايه الصيانة اللي ممكن الناس تعملها عشان البيوت بتاعتها ما تبقاش ايلى للسقوط بعد خمس عشر سنين انت طب انت بتواجه ان فيه نوعين من المساكن فيه المساكن الغالبة بتبقى ناس مسطاء واخد بالحضرتك ناس ما تقدرش تعمل الصيانة فلازم تدخل الحكومة فيها صحيح وفيه النوع التاني ان انت بتلاقي حضرتك عندك الابراج اللي هي اقيمت بدون رخصة وبالتالي اللوحات مش موجودة ودي طبعا جريمة كبيرة جدا جدا بنعاني وسوف نظل نعاني الى ان انها تكتمل مجودات الدولة في ان احنا بنجبر هؤلاء القاطنين في تلك الابراج لان هما يتقدموا للتصالح وده كان المارثن اللي تم في الفترة القادمة ومكملين فيه بالتعديلات الجديدة طبعا تحرك عاجل في هذا الموضوع لانه بيمس حياة المواطنين بشكل مباشر كل شكر لحضرتك شرفتنا يا فندم المهندس احمد سجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس المواطنين شكرا جزينا لك شكرا جزينا انا شخصيا بحب الناس الرائقة احب الناس الرائقة اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايقة ملناش في دول طبعا احنا عندنا لقاء مهم جدا جدا وخاص للقناة الاولى من العالمين الجديدة المدينة السحرة اللي على سواحل البحر المتوسط مع عملته هدير ابو زيد اجرت هذا اللقاء مع السوبرستار رامي عياش رامي من بدايته من بدايته من سنة 97 لما دخل برنامج مهم جدا لاكتشاف المواهب وظهر بشكل يعني بانت ان فيه خامت صوت رائع صوت جبلي كمان الراجل حاطت قدامه وديع الصافي وشايف الندال ده التارجت اللي هو مفروض يوصله واحنا اعتقد ان رامي عياش نجم من الاصوات الجميلة جدا اللي شخصيته بين حتى وهو بيغني واغنيت بحب الناس الرائقة كمان لما عام عدوية قال ايه وفي كلام رامي عياش فهو قربك شوية كمان من رامي عياش رامي من النجوم المميزين جدا والنجوم اللي بتحب مصر جدا حتى كان ليه تصريح من فترة مش بعيدة بيقول ان مصر انقذت مسيرته الفنية يعني دايما الناس تقول مصر صاحبة فضل على لا بيقول انقذت مسيرتي الفنية طبعا هو بيعشق مصر وبيعشق المصريين هو طبعا موجود دلوقتي في العلمين عشان الحفلة بتاعته دلوقتي هنروح نشوف هذا اللقاء اللي عملته هدير ابو زيد ولكن بعد الفاصل